لا تزال الأبحاث جارية في القضية المتعلقة باختلاس معدات ومواد معدنية ومحركة لآلة ثقيلة بإقليم المظيلة التابع لشيطة فصفات جفسة بعد إيقاف ثمانية أشخاص على ذمة القضية لشبكة تنشط بين ولاية جفسة واسفاقس وبنزرد وفق ما صرح به النتق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بجفسة حليم عبادة منطلق الأبحاث في قضية الحل جدت على أثر استقاف شاحنة كانت محملة بكمية من الموادات الحديدية على مستوى الطريق الحزمية بقايا محركات معدات من طبيعة معدنية وتبين فيما بعد أن هذه الحمولة كانت تنقل بطريقة غير مشروعة خلصة من أحد المقاطع التابعة لشيطة فصفات جفسة لكن دون علم من إدارة الشركة أطنان من الحديد وبقايا محركات مستعملة وكمية من العجلات المطاطية ووثائق إدارية مدلسة واختلاسات بالمليارات لشبكة من المهربين تعود إلى سنة 11 و2000 وفق ما أكده الناتق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بجفسة في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث من متورطين لا يزال البعض منهم في حالة فرار بمزيد البحث تبينوا أن النشاط هذا كان قائم منذ سنة 2011 وقد شمل مئات الأطنان من الحديد بكل فباثة وأن من عمد إلى أتيان ومجرس هذا النشاط هو في الواقع شبكة موسعة من الأشخاص ثم تمت إحالة عدد 19 متهم على جنب السيد قادي التحقيق تسعى منهم بحالة فرار وكانت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بجفسة قد قامت بضبط شاحنة محملة بقرابة ثلاثين طن من محاركات آلات الثقيلة التابعة لشيطة فوسفات جفسة والقبض على سائق الشاحنة ومرافقه قبل أن تحال القضية على أنظار النيابة العمومية